عمق المنطقة العازلة ربما يكون القشة التي ستقصم ظهر اتفاق سوتي بشأن إدلب بعدما اتضح للفصائل المعارضة أنها ستكون على حساب مناطقهم جيش العزة أول فصائل الجيش الحر كشف عن رفضه للاتفاق وطالب بأن تشمل المنطقة المنزعة السلاح مناصفة مناطق تحت سيطرة قوات النظام كما أعلن رفضه تسير دوريات روسية في المناطق الخاضعة للفصائل وسط تضارب الأنباء عن بدء فيلق الشام الانسحاب من بعض مواقعه في ريفي حلب الغربية والجنوب الصورة في المنطقة غير واضحة أيضا بشأن سحب السلاح الثقيل من المنطقة العازلة فقد أكد شرعي فيلق الشام مرحو ذيفا إن الاتفاق لم يرد فيه أي نص يدل على ترك الفصائل نقاط رباطها على خطوط التماس أو التراجع عنها أو ترك التحصينات على حد قوله الذي أكد تضمن الاتفاق حق الاحتفاظ بالسلاح المتوسط والمضاد للدروع لرد أي عدوان فيما قالت صفحة شبكة أخبار حما الموالية للنظام على موقعها على فيسبوك إن تركيا تنسق مع روسيا من أجل مراحل نزع السلاح من كل إدلب وهو ما يتفق مع تصريحات للنظام وروسيا وتأكيدهما على أن الاتفاق ينص على تسليم كافة الفصائل الموجودة في المنطقة العازلة سلاحها الثقيلة بحلول العاشر من تشرين الأول إشارة أخرى إلى احتمال تداعي الاتفاق أوردها رئيس المكتب الإعلامي للإئتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة أحمد رمضان إذ نوها إلى مؤشرات لمحاولة روسية للإنقلاب على اتفاق إدلب والعودة إلى لغة التصعيد والتهديد على حد تعبيره التخوفات هذه تتعزز مع تجدد قصف قوات النظام ريفيحما وإدلب إضافة إلى ريف اللاذقية الشمالي في انتظار ما سيتمخض عنه لقاء قريب بين المخابرات التركية والروسية